السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء سنقول اعدادي اهلا ومرحبا بكم يا رب تكونوا بخير في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن النصوص الاجباري راجعنا على نص من اعمال الخير ونص حق الاخر ولو ما شفتش الحلقة هتظهر لك فوق دلوقت اتفرج عليها في حلقة النهاردة بنراجع على النصوص الاختياري وقلنا ان في الامتحان بيجي لنا ثلاث نصوص النص الاول اجباري من اعمال الخير او حق الاخر ونصين اختياري من النصوص الشعرية بنختار منهم واحد النصوص الشعرية النصوص الاختياري عندنا اربع نصوص تواضع سيدنا عمر ونص التعاون وكون بلسمن ونصائح عندنا منهم اتنين حفظة تواضع سيدنا عمر ونص التعاون تعالوا مع بعض نبدأ المراجعة اول نص عندنا تواضع سيدنا عمر للشاعر حافظ ابراهيم وده شاعر مصري معاصر ولد عام الف تمنمية اتنين وسبعين وتوفي عام الف تسعمية اتنين وتلاتين ولقب بشاعر النيل وشاعر الفقراء وشاعر الشعب وشاعر الوطنية بيتكلم حافظ ابراهيم في النص ده عن تواضع سيدنا عمر والصفات اللي اعجب بها رسول كسرة رسول ملك الفرس صفات عمر زي التواضع والزهد لما شافه نايم بلا حراسة تحت ظل الشجرة ولابس عباية قديمة وخاليا من مظاهر الزينة ومن صفات سيدنا عمر العدل اللي نشرهما بين الرعية وتطبيق المبدأ الشورى اللي بيعم به الرخاء في شتى انحاء البلاد فاول بيت بيقول لنا حافظ ابراهيم وراع صاحب كسرة صاحب كسرة رسول ملك الفرس راعه اعجابه ادهاشه لما شاف سيدنا عمر مبين الرعية عطلا يعني خاليا من مظاهر الزينة مع ان سيدنا عمر هو راعيها هو الراعي هو الحاكم وهنا راع صاحب كسرة بيدل على التعجب والدهشة صاحب كسرة احنا قلنا ان كسرة ده لقب لملك الفرس ملك الفرس بيسمى كسرة وملك الروم قيصر وملك مصر فرعون كسرة بعت الرسول لسيدنا عمر لقاه متواضع بين الرعية عطلا يعني خاليا من مظاهر الزينة والرعية والراعي بينهما تضاد وده تعبير بيدل على مسئولية الحاكم ورعايته الشعب بين الرعية عطلا بيدل على تواضع سيدنا عمر مفيش اي مظاهر للزينة تدل ان هو الحاكم ان هو الرئيس وصاحب كسرة عهده يعني معرفته خبرته بملوك الفرس وملوك دي جامعة بتدل على الكسرة وده طبعا بيدل على معرفة الرسول وخبرته باحوال ملوك الفرس معرفته بملوك الفرس ان بيكون لها مش جند واحد ده صور من الجند وهنا بيشبه الجند بالصور وده بيدل على قوة الجند وتماسكهم واسلوب توكيد بتقديم الجر والمجرور صورا من الجند لها فبيقول ان لها واسلوب مؤكد بانه ان لها صورا وصورا دي ناكرة للتعظيم تعظيم الجند لها صور من الجند والاحراس بيحميها يبقى اللي راع صاحب كسرة اللي اعجابه وادهشه تواضع سيدنا عمر والمقارنة اللي عملها ما بين عمر وملوك الفرس ان عمر متواضع وما فيش حواليه حراسة وبين الرعية خاليا من مظاهر الزينة انما ملوك الفرس حواليها صور من الجند والاحراس بيحميها وفي البيت اللي بعد كده رسول ملك الفرس شاف سيدنا عمر مستغرقا في نومه متعمقا في نومه بيدل على الطمأنينة ورحة البال فشاف سيدنا عمر الجلالة العظمة في اسمى معانيها في اجل واعظم معانيها يعني صورها وهنا بيشبه الجلالة بشيء ما ديورة رأى فيه الجلالة يبقى بيشبه الجلالة بشيء ما ديورة وبيدل على عظمة سيدنا عمر رسول ملك الفرس شاف سيدنا عمر نايم فين فوق الفرى والفرى يعني الطراب وتحت ظل الدوح الدوح اللي هي الأشجار تحت ظل شجرة وفوق وتحت بينهما تضاد وده طبعا بيدل على شد التواضع سيدنا عمر نايم على الأرض في ظل شجرة ومجتملا يعني ملتف ببردة يعني عباية عباية قديمة كاد طول العهد يبليها قربت تدوب من طول الزمن وبرضو بيدل على شد التواضع سيدنا عمر وفي البيت اللي بعد كده بيقول حافظ ابراهيم ان رسول ملك الفرس احتكر ملوك الفرس هانا في عينه ما كان يكبره يعني ايه هانا؟ يعني احتكر اللي كان بيكبرهم يعني بيعظمهم اللي هما ملوك الفرس وهانا ويكبره بينهما تضاد وده طبعا تعبير بيدل على استصغاره لملوك الفرس شافهم صغيرين جدا لما شافت واضع سيدنا عمر ما كان يكبره من الأكاسر والأكاسر دي جامعة تفيد الكاسرة والدنيا بأيديها بيدين ملوك الفرس ده طبعا تعبير بيدل على قوة ملكهم وساعة سلطنهم ورغم كده رسول ملك الفرس احتكرهم وبيقول لسيدنا عمر ان سبب الاطمئنان ده سبب الامن ده بيقول له انت امنت لما اقمت العادل لما حققت العادل بينهم امنت لما اقمت العادل بينهم العادل اللي هو الانصاف اقمت العادل يعني حققت العادل واقمت يعني بنيت وشيت وهنا بيشبه العادل ببناء يقام وده طبعا بيدل على حرص سيدنا عمر على تحقيق العادل امنت لما اقمت العادل بيدل على ان العادل اساس امن الراعي والرعية فكانت النتيجة فنمت نومة قرير العين نتيجة للي قبلها لما حققت العدل نمت نومة قرير العين يعني مطمئناً مصروراً وعكسها قلقاً ومضطرباً قرير العين هانيها يعني راضياً وسعيداً وده طبعاً بيدل على اطمئنان سيدنا عمر بسبب العدل وفي البيت اللي بعد كده بيقول حافظ إبراهيم برضو من صفات سيدنا عمر إن كان بيطبق مبدأ الشورى يا رافعاً راية الشورى يبقى الأبيات كده بتحدد قاعدتين للحكم الأولى العدل والتانية الشورى والشورى اللي هو التشاور وأخذ الرأي وعكسها الاستبداد يبقى سيدنا عمر بيطبق مبدأ الشورى يا رافعاً اسلوب نداء غرضو التعظيم بيعظم سيدنا عمر رافعاً راية الشورى بيشبه الشورى بالراية وحارسها بيشبه سيدنا عمر بالحارس اللي بيحمي الشورى وبيشبه الشورى بالحصن أو الكنز اللي محتاج أن يحميه الشورى زي الانتخابات دلوقت محتاج حد يطبقها الديمقراطية ويخرصها علشان ما تبقاش مزورة وبيدعيله جزاك ربك خيراً ده دعاء لسيدنا عمر جزاك يعني أثابك وكافأك وعكسها عقبك جزاك ربك خيراً كل الخير نكرى العموم والشمول عن محبيها محب الشورى ودول جامعة جامعة تفيد الكاسرة وفي البيت الأخير بيقارن ما بين رأي الجماعة ورأي الفرد رأي الجماعة لا تشقى البلاد يعني لا تضل البلاد به وهنا بيشبه البلاد بشخص بيسعد بيفرح بالتشاور وبيدل على أهمية التشاور لتقدم البلاد إنما رأي الفرد بيشقيها بيضلها وهنا طبعاً تعبير بيوضح ضرر الانفراد بالرأي والجماعة والفرد بينهم تضاد يوضح المعنى ويؤكده ويبقى احنا كده رجعنا على أول نص تواضع سيدنا عمر النص الثاني نص التعاون للشاعر إبراهيم العزب فبيكلمنا الشاعر إبراهيم العزب عن أهمية التعاون من خلال قصة صغيرة كده لقارية كانت غنية وتعرضت للجفاف جفاف مصدر المياه فمات الزرع وحزن أهل القارية فبالتعاون حلوا المشكلة اقترح الشيوخ على الشباب إنهم يبنوا سد علشان يحافظوا على ميت المطر فالشباب عجبتهم الفكرة ونفزوها فنضجت الثمار وعادت السعادة للقارية مرة أخرى في البيت الأول بيقول لنا يقال وده فعل مبني المجهول للتشويق كان يا مكان في قديم العصر والزمان يقال للدلالة على كثرة القائلين إن كان في قرية معمورة يعني مسكونة ومأهولة وعكسها مهجورة عامرة بأهلها وبالغنى مغمورة ده بيشبه الغنى بالمية اللي بتغمر القرية بيدل على كثرة الغنى الغنى اللي هو الثراء وعكسها الفقر ومغمورة يعني مملوقة وعكسها فارغة وإيه اللي حصل المشكلة اللي تعرضت لها القرية نضب النبع يعني جف النبع والنبع اللي هو مصدر الماء وترتب عليه إن مات الزرع يبقى دي نتيجة للي قبله لما نضب النبع النتيجة مات الزرع وده بيدل على شدة الخسارة والنتيجة غلب الحزن وهنا بيشبه الحزن بعده وبيهجم على القرية وبيغلب وبينتصر عليها غلب الحزن يعني سيطرة وعامة فغلب الحزن وسالة دمع سالة يعني تضفقة وعكسها جمد وتوقف الدمع اللي هو ماء العين وهنا بيوحب كفرة الدموع وشدة الحزن وفي البيت اللي بعد كده بيقول لنا أهمية التواصل ما بين الأجيال ونتيجة التواصل ده فالشباب استفادوا من الشيوخ أصحاب الخبرة قالت الشيوخ للشبان الشيوخ اللي هما الكبار كبار السن عكسها الشبان يبقى الشيوخ والشبان بينهما تضاط يؤكد المعنى قالوا لهم إن الأمر سهل وهو في الإمكان الاتنين بنفس المعنى يبقى بينهما تراضف في الإمكان يعني في الاستطاعة فبحكم خبرة الشيوخ قالوا لهم إن حل المشكلة دي سهل ويمكن تنفيذه نعمل إيه؟ نقيمه سدا يعني نبني سد وسد يعني حاجز أو مانع وسد يعني نكرة للتعظيم تعظيم هذا السد وده بيدل على الاهتمام بالسد وإتقاني البناء فيه نحفظ المطر نحفظ يعني نصون ونحمي قالوا لهم الحل سهل نبني سد نحفظ فيه ميت المطر ومنه نروي زرعانا على قدر وده أسلوب قصر بتقديم شبه الجملة كان المفروض يقول نحفظ المطر فيه ونروي منه هنا ده أسلوب توكيد بتقديم الجر والمجرور ومنه نروي كلمة نروي يعني نسقي وعكسها نزم ونعطش ومنه نروي زرعانا على قدر يعني بمقدار ما يكفي وجمع قدر أقدار وده بيدل على الاعتدال في استخدام مياه السد فكانت النتيجة عملوا إيه الشباب؟ عجبهم الكلام؟ استحسنوا ما قالهم اعجبوا به وطبعا الفاء هنا بتدل على سرعة اقتناع الشباب بنصيحة الشيوخ واستحسنوا ما قالهم جميعا بتدل على العموم والشمول كلهم اعجبوا بكلام الشيوخ وعملوا إيه؟ نهضوا لشغلهم نهضوا قاموا وعكساته كاسلوا لشغلهم سريعا ده تعبير بيدل على النشاط وحب العمل والإعجاب بنصيحة الشيوخ وكانت نتيجة العمل ده أن نضجت الثمار أي نعت حقولهم أي نعت يعني نضجت وعكسها ذبلت حقولهم مزارعهم أي نعت بالإيه؟ بالكد بالتعب وعكس الكد الراحة وده طبعا بيدل على ضرورة التعب لتحقيق الأمال والفاء هنا بتدل على سرعة نضج الثمار وده نتيجة للأبلها نتيجة للشغل والعمل وبناء السد نضجت الحقول وعادت السعادة للقرية وغرد الشلال فوق السد ده هنا بيشبه الشلال وهو بيعمل صوت المية بالطائر اللي بيغرد وده تعبير بيوحي بالفرحة والسعادة وغرد معناها بيغني ويقصد بيها بيتضفق وعكس يغرد يبكي وبكده برضه يبقى رجعنا على نص التعاون للشاعر إبراهيم العزب النص الثالث كن بلثمن للشاعر إليا أبو ماضي شاعر الأمل والتفاؤل وده شاعر لبناني ولد عام 1891 وتوفي عام 1957 في النص ده الشاعر إليا أبو ماضي بيدعونا للتفاؤل والتسامح والعطاء بلا مقابل وبيوضح لنا إن للحب قيمة كبيرة وبينهانا عن طلب الحب من الإنسان الجاهل لأنه لا يدرك معنى الحب وقيمته فأول بيت بيقول لنا كن بلثمن يعني بلثمن يعني دواء خليك طيب وده أسلوب أمر للنصحة والإرشاد وبيشبه الإنسان بالدواء خليك دواء كن بلسم بيشبه الإنسان بالدواء الشافي خليك طيب إن صار ضهرك أرقما يعني لو صار لو تحول ضهرك يعني الزمن بقى أرقما يعني بقى ثعبان وهنا بيشبه الظهر بالثعبان فبيدعو للإنسان أن يكون متفائلا حتى وإن كانت الحياة مليئة بالأزمات ويكون طيب متسامح وحلاوة حصن الخلق إن صار غيرك علقما علقم يعني مر لو غيرك مر خليك أنت حلو وهنا كلمة علقما بتوحي بكثرة الألم والمرارة وحلاوة وعلقما بينهما تضاد وأرقما وعلقما بينهما إيقاع موسيقي تطرب له الأزن وفي البيت اللي بعد كده بيؤمرنا بيؤمر الإنسان بيقوله أحسن يعني قدم الإحسان أسلوب أمر برضو للنصحة والإرشاد والأسلوب ده فيه دعوة إلى الإحسان إلى تقديم الإحسان والعطاء دون انتظار مقابل بيقوله أحسن اعمل الخير وإن لم تجزى حتى وإن لم تكافأ تجزى يعني تكافأ حتى بالثنى اللي هو الشكر اعمل الخير حتى لو ما فيش حد هيشكرك وبيديني مثال بيقولنا إن الغيث اللي هو المطر لما بينزل وبيعم وبينتشر خيره ما بينتظرش جزاء من حد أي الجزاء إيه ده أسلوب استفامه إيه الجزاء إيه المكافأة اللي الغيث اللي المطر بيبغى بيطلب إنهما أي الجزاء الغيث يبغي إنهما إيه الجزاء اللي المطر بيطلبه إنهما يعني إنسالة وإنساقط وده أسلوب استفهام غرضه النافي إيه الجزاء أسلوب استفهام يقصد يقولك إن المطر ما بيطلبش حاجة يبقى بينفي يبقى غرضه النافي وهنا بيشبه الغيث بيشبه المطر بإنسان يعطي وبيدل على كاثرة الخير اللي بيقدمه لنا المطر وفي البيت اللي بعد كده بيدينا برضو مثال تاني بيقول لنا طب بلاش المطر مين اللي بيكافئ الظاهرة الفواحة يكافئ يعني يجزي يثيب مين اللي بيكافئ الظاهرة الجميلة اللي بتدينا ريحتها الجميلة ده برضو إسلوب استفهام برضو غرضه النافي ما فيش حد بيكافئها هي بتعطي بلا مقابل لا تنتظر مكافأة من أحد بيشبهها بإنسان وفواحة بتدل على انتشار عطرها الجميل طيب بلاش الظاهرة وبلاش المطر طيب مين اللي بيكافئ البلبل المترنم يعني المغني برضو إسلوب استفهام غرضه النافي برضو ما فيش حد بيكافئه لأنه لا ينتظر مكافأة من أحد وهنا بيشبه برضو البلبل بإنسان معطاء ولا ينتظر مكافأة من أحد يعطي بلا مقابل وبيقول لنا انت لو عديت الناس الكريمة كلها عد الكرام اسلوب أمر عد احصي احسب عد الكرام ده اسلوب أمر غرض النصح والإرشاد بيقول انت لو حسبت الكرام أصحاب الكرام والجود المحسنين اللي بيقدموا الإحسان وقصهم وقرنهم لو قرنتهم بيهما بمين بالزاهرة والبولبل من زي يكافئ زهرة أو يثيب البولبل ويكافئ ويثيب بينهما تراضف لتنين بنفس المعنى لو قرنت الزاهرة والبولبل بيكون للناس الكريمة المحسنة هتلاقي مين أكرم تجد هزين الزاهرة والبولبل هتلاقيهم أكثر كرما أكرما أكرم يعني أجود وأكثر كرما وده تعبير بيوحب عظمة عطاء الزاهرة والبولبل فبيطلب مننا إن احنا نعمل زيهم نعطي بلا مقابل نقدم الخير ولا ننتظر مقابل من أحد وبينادي على صاحبه يا صاح يا صاحبي اسلوب نداء غرض التنبيه خذ علم المحبة عنهما اتعلم المحبة منهم من الزاهرة والبولبل خذ علم المحبة خذ برضو اسلوب أمر للنصح والإرشاد علم المحبة بيشبه المحبة بالعلم بيقول له خذ علم المحبة يعني هما لإني لقيت الحب علما قيمة يبقى تعليل لله قبلها إني وجدت اسلوب مؤكد بإن لقيت الحب علم يبقى بيشبه المحبة بالعلم وعلما قيما يعني ثمينا زاقيمة بيفيد علو مكانة هذا العلم وبيأمرنا بالمحبة أحبب اسلوب أمر غرض النصح والإرشاد لإني بالحب الكوخ البيت الصغير ده هيبقى قصر لو في حب لو بتحب الناس اللي معاك الكوخ هيبقى قصرا والقصر دي نكرة للتعظيم فياخد الكوخ قصرا ده هنا تعبير جميل بيشبه بيصور الكوخ بالقصر في حالة وجود الحب وده تعبير بيوحب أهمية الحب في حياة الإنسان قصرا نيرا ونيرا يعني مضيئا وعكسها مظلما بالحب طيب بالكره وأبغض ده اسلوب إيه اسلوب أمر غرضه أحبب غرضه نصحه والإرشاد إنما أبغض ده إكره يبقى مش نصحه وإرشاد يبقى غرضه التحذير وأحبب وأبغض بينهما تضاد ياخد ويمسي نيرا ومظلما كل ده تضاد وبيقوله بالكره هيمسي الكون الكون هيتحول لسجن يعني بالحب الكوخ هيبقى قصر وبالكره الكون كله هيبقى سجن وسجن دي نكرة للتحقير وهنا بيشبه الكون بالسجن في حالة وجود القراهية وده طبعا بيوحب الأثر بالنتيجة السيئة للقراهية وفي البيت الأخير الشعر إليا أبو ماضي بيقول للإنسان لا تنتظر المحبة من إنسان أحمق سيء الخلق لا تطلبن محبة من جاهل لا تطلبن يعني لا تنتظر لا تتوقع المحبة نكرة للتعظيم المحبة دي شيء عظيم ما تستنهاش من إنسان جاهل وجاهل دي نكرة للتحقير وهنا جاهل هنا مش عكسها متعلم جاهل هنا عكسها عاقل وحكيم لأن جاهل بمعنى أحمق وسفي ما تطلبش المحبة من إنسان جاهل لأن الإنسان مش بيحب غير لما يفهم المرء ليس يحب والمرء يعني الإنسان وملهاش جامعة من لفظها جامعة المرء الرجال وجامعة المرأة النساء والبيت ده أسلوب نهي لا تطلبن ده أسلوب نهي غرض النصحة والإرشاد وهنا يفهم بمعنى يدرك ويعرف بيقولنا إن الإنسان الجاهل لا يفهم معنى الحب ولا يدركه وبكده يبقى احنا رجعنا على النص الثالث نص كنبل سمن النص الرابع والأخير نصائح للشاعر محمود سامي البارودي ومحمود سامي البارودي ضرائد مدرسة الإحياء والبعث في الشعر الحديث وولد سنة 1839 وتوفي عام 1904 وانضام للحركة العربية اللي كانت بقيادة أحمد عرابي وشارك في الثورة وكان مدير للأوقاف ووزير للحربية بيقولنا بقى الشاعر محمود سامي البارودي في نص نصائح بيقولنا إن الهداية وتفرج القرب دي من نعم ربنا وبيقدم نصائح لمن يريد السعادة النصائح دي إن انت تبعد عن الخصام وعدم احتكار الفقير والصبر والعزة في طلب الغنى إذا أراد الله خيراً بعبده ده أسلوب شرط بيأكد لنا على إن الهداية من عند مين؟ من عند الله إذا أراد الله خيراً نكراً للعموم والشمول والتعظيم يقصد أي خير والخير ده عظيم لو عايز خير للإنسان لعبده يعني للإنسان والضمير اللي هو الهق ده بيفيد التكريم لو عايز له خير هيفرج عنه شدته ومحنته هيسهله كل صعب وهيرشده لما فيه صلاحه وساعدته هداه يعني أرشده بنور اليسر يعني السهولة والفرج في ظلمة العسر الشدة والضيق ودي طبعاً نتيجة اللي قبلها لو عايز له خير النتيجة هيرشده هيهديه هيفرج المحنة اللي هو فيها وبيشبه اليسر بنور وبيشبه العسر بالظلام ونور اليسر وظلمة العسر بينهما تضاد يوضح المعنى وبيقدم نصائح للإنسان بيقوله إذا شئت يعني أردت أن تحيا سعيداً لو عايز تعيش سعيد فلا تكن لدوداً وده أسلوب نهي غرض النصحة والإرشاد لا تكن لدوداً لدوداً يعني شديد الخصومة أول حاجة ولا تدفع يد اللين بالقصر بينصحه لو عايز تعيش سعيد فلا تكن شديد الخصومة مع الآخرين ولا تقابل الحسنة بالسيئة لا تدفع يد اللين اللين اللي هو اليسر الخير بالقصر اللي هالقصوة بالشر ما تدفعش الخير بالشر ما تقابلش الحسنة بالسيئة وهنا بيشبه اللين بإنسان له يد واللين والقصر بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده دي نصائح للإنسان اللي عايز يعيش سعيد والنصيحة التانية لا تحتقر فقيراً ولا تحتقر ذافاقة تحتقر يعني تصخر ما تحتقرش ذافاقة يعني صاحب فقر اللي هو الفقير لأنه ربما فلربما أحياناً احتمال وهنا لا تحتقر ده أسلوب نهي للنصحة والإرشاد فلربما ممكن يكون الفقير ده يكون شاهم ودي نكرة للتعظيم يكون شاهم يعني صاحب مرؤة ونجدة بيبر يعني بيقدم الخير أكتر من المثري أكتر من الغني وأحياناً برضو بيكون الفقير ده قلبه مليان حكمة يملأ القلب حكمة وهنا بيشبه القلب بوعاء وبيشبه الحكمة بالشراب اللي بيملى القلب اللي بيملى الوعاء ده وحكمة دي نكرة للتعظيم وبيقول لنا ممكن يكون الغني ده لا يملك من العلم والحكمة ما يفيد به الآخرين ولا نفع منه ولا ضر لا يريش ولا يبري لا بينفع ولا بيدر بس يريش ويبري بينهما تراضف لاتنين بنفس المعنى لاتنين بمعنى ينفع لأن يبري بمعنى ينفع ويريش بمعنى ينفع أو يضر بيقول لنا أن الإنسان الغني ده ممكن يكون لا نفع منه ولا ضرر بينهما تراضف يؤكد المعنى وتكرار النافي بيفيد التأكيد وفي البيت الأخير بينهانا عن الزل في طلب الغنى ما تزلش نفسك علشان تبقى غني لا تعترف بالزل اسلوب نهي غرض النصحة والإرشاد وهنا بيدعونا للاعتزاز بالنفس لا تعترف يعني تقر بالذل يعني بالإهانة ما تزلش نفسك علشان تبقى غني في طلب الغنى لأن الغنى في الزل شر أقبح أسوأ من الفقر والفقر اللي هو العوز والحاجة وعكسها الغنى وإن الغنى ده أسلوب مؤكد بإنه وتعليل اللي قابله ما تزلش نفسك لأن الغنى في الزل أسوأ من الفقر والغنى والفقر بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده وبكده برضو يبقى احنا رجعنا على النص الأخير نص نصائح للشاعر محمود سامي البرودي بتمنى كون قدرت أفيدكم في المراجعة لايك للفيديو وشاير الفيديو لكل صحابك عشان يستفادوا لكم مني كل الحب والإحترام بتمنى لكم التوفيق في الامتحانات بشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته